المشهد صعب يعني انا مش متخيل المواطن مصري اخويا واخوك وزي والدي وزي والدك وزي ابني وابنك يتعمل في كده انا بابعت الفيديو ده يعني ما يهمنيش محمد بن سلمان ولا يهمني محمد بن زايد ولا الزباب بتاعهم ما يهمنيش اي غلام من الغلمان دي لكن انا بابعت الفيديو ده للشعب المصري بابعته لعبد الفتاح السيسي الرئيس الدكر اللي لما جيه قالوا عايزين رئيس دكر بابعته لشرفاء الشعب المصري بابعته للست وزيرة الهجرة بابعته للسيد وزير الخارجية ينفع مصري يتعامل فيه بالشكل ده لمجرد انه قالها روح اقف عند الصفارة المصرية ما هو السعودية لو عارفة ان فيه سفير مصري او فيه صفارة مصرية او فيه خارجية مصرية او فيه حتى رئيس مصري يعملوله حساب او فيه حد بيعبره ما كانوش عملوا كده في المواطن المصري لو لان هم عارفين ان السيسي باع ارض مصر وباع كرامة مصر وباع هيبة مصر وباع المواطن المصري جوه وبرا مش هيعملوا فينا كده لو لان هم عارفين ان السيسي هيروح يبوس على رجليهم ويروح يتمحلس ليهم ويروح يتحايل عليهم لو لان هم عارفين ان المواطن المصري بيتعامل فيه كده جوه وبيتقتل وبيتسحل ما كانوش عملوا فيه كده الغريب كمان وانا عايزك توقف لي كده بالصورة ابراهيم في الحتة دي ايوه في الحتة دي بالزاد فيه ثلاث موبايلات بيصوروا الرجل الرجل مربوط من ايديه متكلبش وملعين هدومه وسحبينه على الارض والبلاط وبالنهاية فيه ثلاث غلمان وقفين بيصوروا المصري فيه ثلاث غلمان وقفين بيشماتوا في المواطن المصري فيه ثلاثة وقفين بيصوروه عشان يرفعوه على مواقع التواصل اجتماعي عشان يقولولنا هو ده كرامة الشعب المصري هو ده اللي وصل اليه الشعب المصري تحت حكم عبدالفتاح السيسي هي دي مصر هي دي ام الدنيا هي دي حضارة الاف السنين يجي شوية غلمان لمحمد بن سلمان عشان يعمله واجب مع السيسي او يعمله واجب مع محمد بن زايد وكتاب الالكترونية بتاعت محمد بن زايد ليه وليه الرجل قال عايز حقي ده حتى والله ما قالش عايز حقي ده الرجل قال هروح اقف عند الصفارة المصرية اقول لهم يا ناس عبرونا اقول لهم يا ناس احنا بنموت اقول لهم يا ناس ما معناش فلوس الرجل قاعد من غير هدوم وقاعد بيقول لهم انا خلاص زهقت احنا مئات المصريين بقلنا اكتر من شهرين بنتحايل عليكم غيتونا اعتبرونا مواطن امريكي ودت له كماما او ودت له مطاهر يا اخي اعتبروا مواطن ايطالي ودت له جهاز تنفس اعتبروا مواطن صيني ودت له مساعدات طبية لكن المواطن المصري يترمي على الارض يترمي في الصحراء ويما يقول هروح اقف عند الصفارة يطلع شوية مش رجالة والله ما هم رجالة ولا يحسبوا ابدا على سوء الرجالة يطلع شوية اشباه رجالة يسحلوه على الارض واشباه رجالة يصوروه واشباه رجالة ينشروا الصور على مواقع التواصل اجتماعي ويطلع كمان اشباه رجالة يقول لك يستاهل عشان المصري بيطالب بحقه اصلا هو مش واخد حقه في بلده